السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم عزيزي المشاهدين اهلا بحضراتكم كل المتابعي فن السينما في مصر وفي العالم العربي وفي كل مكان في حلقة جديدة من برنامج سينما الشرق النهاردة هنتكلم عن فيلم يمكن نسحة يعني كتير من حضراتكم طلبوه خلال الايام والشهور والاسابيع اللي فاتت على جروب سينما الشرق وانا فصراح كنت مأجل الفيلم ده لان انا كنت حابب الاول ان انا اجيب الفيلم الاول لمخرجه لان مخرج الفيلم النهاردة له فيلمين اتفرجنا على واحد منهم ثلاث افلام حقيقة يعني اتفرجنا على واحد منهم وانا كنت حابب اجيب الفيلم بتاع النهاردة بعدي فيلم النهاردة وشارة كده بدون مقدمة طويلة هو فيلم الطفان وفيلم الطفان فيلم للمخرج بشير الديك وشيرت ديك طبعا سيناليسته وكاتب معروف واتكلمنا عنه كتير واتكلمنا عن أفلامه واتكلمنا عن إبداعاته مع جيل الواقعية الجديدة وعاطف الطيب ومحمد خان وآخرين وكل الجيل ده يعني وقلنا واتكلمنا بما فيه الكفاية عن يعني مش ما فيه الكفاية هو الموضوع يستحقه أكتر من كده لكن اتكلمنا بشكل مفصل أكتر مرة على رمزية أو مكانة بشيرت ديك ككاتب في وسط هذا الجيل وحتى فيه حلقة من الحلقات اتكلمنا فيها عن ليه الجيل ده مختلف عن أي جيل تاني من صناع السينما وقلنا ايه التشابه اللي بيننا في المرحلة الحالية كوطن وكبلد والتشابه اللي احنا بيننا كصناع أفلام وكمهتمين بالسينما دلوقتي وما بين هذا الجيل وليه احنا منحس بالقرب ومنحس بالألفة كده مع أفلام الجيل ده ذكرنا ده في حلقة طويلة وفي مقدمة طويلة في أحد الحلقات وممكن أبقى أحطولك المقدمة دي اللي ذكرنا فيها الكلام ده هي موجودة بالفعل موجودة على قناتي على يوتيوب هتلاقوا حلقة مقدمة كده حوالي نص ساعة اتكلمت فيها عن الحاجات ليه احنا بنحب جيل الواقعية الجديدة ليه بنحب جيل أفلام جيل التمينات ليه بنحب أفلام بشيرت ديك ومحمد خان وعاطف الطيب والمجموعة دي من المخرجين اللي كانوا في فترة نهاية السبعينات والتمينات وفي أسباب كتير وأسباب مهمة بترجع معظمها للتشابه اللي بنا احنا كجيل هو بين الجيل ده الظروف الاجتماعية والسياسية والزروف اللي نشأوا فيها وكذلك التشابه في حالة الوطن في ذلك الوقت يعني في السبعينات والتمينات وبين الحالة الوقت مش حاب أخد الوقت ده في المقدمة تاني يعني أنا أشرح نفس الفكرة في المقدمة تاني لأننا حاب أن تدخلوا وتفرجوا عليها بشكلها المفصل لأنه كانت يعني حوالي 20 ديئة تلت نصف ساعة مثلا اتكلمنا فيها عن المواعدة بشكل أعتقد أنه كان يعني مهم أن الحلقة تشوفوه لكن النهاردة بنتفرج على فيلم بشيرت ديك فيلم بشيرت ديك الكاتب بشيرت ديك وهو بيخرج بشيرت ديك مخرج كاتب وكاتب عظيم ومسناليست لايك كل في حجم وجودة إنتاجه عن وحيد حامد مثلا فهو بشيرت ديك الكاتب المعروف الذي واحد من الأسماء الليلة اللي قام عليها فن السينما في المرحلة دي وإحنا مثلا بنتكلم عن الدراما التلفزيونية وصمانة رعوكاشة بنتكلم على السينما على وحيد حامد وبشيرت ديك دي الأسماء اللي في نفس المستوى في التأثير والرمزية يعني لكن بشيرت ديك كمخرج احنا تكلمنا قبل كده عن فيلم سكة سفر وقد إيه أنا كنت مستمتع جدا وانا بحلل مع حضراتكم ومتفرج وبنشرح وبنفصص كده فيلم سكة سفر كان بطولة نور الشريف وبوسي ونورة آسف بطولة نور الشريف ونورة وكان الفيلم قد إيه رائع وقد إيه مثالي وقد إيه نموذجي وقد إيه كان مميز جدا على كل المستويات الفنية والإبداعية والموضوعية وقد إيه كان رأيي في ذلك الوقت إن بشيرت ديك كان يستحق إنه ياخد وقت أكتر من كده أو يعمل أفلام أكتر من كده وكنا نشوف إدعااته إنه مخرج من التراز الثقيل من التراز الرفيع من التراز المميز كمخرج فزروة إنتاجه وعمل ثلاث أفلام فيلم الأميرة وفيلم إنيميشن اسمه الأميرة والوحش تقريبا وفيلم النهاردة اللي هو فيلم الطفان وفيلم سكة سفر فيلم الطفان هو أول أفلام وسنة 85 أول فيلم أخرجه لكنه طبعا كان بكتب قبلها بكتير وبعد كده عمل فيلم سكة سفر الفيلم الرائع اللي حللنا هنا من حول قبل رمضان على طول وبعدين سنة 18 تقريبا أو قريب يعني قبل كم سنة كده عمل فيلم إنيميشن لم يذكر كثيرا يعني للأطفال وكان فيلم رسوم متحركة يعني أخرجوا يعني لكن إحنا التجربتين دول الطفان وسكة سفر هم التجربتين اللي نقدر نشوف فيهم محمد خان نشوف فيهم بشيرت دي كمخرج فيلم سكة سفر هو زروة مرحلة النطج له كمخرج هو أخذ رحلة بسرعة يعني الطفان ثم سكة سفر عمل التجربة بتاعته جرب أدواته وجرب نفسه في فيلم الطفان ومباشرة عمل سكة سفر وأخذ في العلامة الكاملة بكل يعني بدون أي يعني انحياز أو شكل من الكلام العاطفي لا هو فيلم سكة سفر فيلم مميز جدا ما يربطني أنا بالمخرج والكاتب بشيرت ديك هو أنه هو من ضمياط وأنا من ضمياط وأنا بشوف أن اللي مشيرت ديك أنصف ضمياط يعني ادي لها حقاها في السينما والدراما لأن السينما كانت مسيطرة عليها شوية حالة قاهرة واسكندرية والمنصورة حتى محافظات السعيد أخذت حقاها إنما دائما كانت محافظات السحرية اللي زي ضمياط ورشيد وبعض المحافظات في وسط دلتا ماخذتش حقاها في الزكر والتوثيق في السينما إن احنا نشوف شوارعها وامكانها ومبنيها في التاريخ الماضي وكده فبشرية ديك ادلها حقاها في الفيلمين في سكة سفر أخذ منطقة بتاعة الملاحات والبحيرة ومنطق مناطق اللي فيها السيادين وكده وفي الفيلم بتاع النهاردة اللي هو فيلم الطفان أخذ مناطق الريفية فبالتالي احنا بنشوف بقى شوارع ومحطة قطرة بتاع الدمياط القديمة وبنشوف شوارع مهمة في دمياط وبنشوف كذا حاجة برضو عطف الطيب عمل فيلم سواء الأوتوبيس وأخذ رحلة في دمياط كده تجول لنا بالكاميرا في دمياط زمان قديما وكبر الحديد والأماكن المبارزة والمهمة ومسجد دماطي الكبير وكده فبرضو كان فيلم مميز لكن فيلم النهاردة بيكلم بقى عن الناس وبشير يديه الكاتب والكاتب بيجيد صناعة الشخصيات وكتابة الشخصيات ولما الكاتب بقى بيعمل بيكتب حاجة لنفسه ان هو هيخرجها بيكون قدقيم مندمج فيها قوي مدركها قوي مستوعبها جدا ما بتكونش الدراما يعني لما فيه مخرج بيكتب لنفسه أو كاتب بيخرج لنفسه بقدر يتوسع في الخطوط الدرامية وفي القصص وفي التفاصيل وفي الحكايات وفي الشخصيات وعلاقات الشخصيات ببعض وعلاقات الشخصيات دي الحركة بدون ما الأمور تفرض منه الكاتب اللي بيكتب لنفسه أو المخرج اللي بيكتب لنفسه الكاتب اللي بيخرج لنفسه أو المخرج اللي بيكتب لنفسه بيكون متشرب جدا متشبع جدا مستغرب جدا في الحدوطة اللي بيعملها ومهما توسع وفي الشخصيات أو الأماكن أو الأحداث أو الخطوط الدرامية بيكون قادر يلم الموضوع وقادر يكون مرترابط وما فيش فيه أي إرباك أو تشوش للمشاهدين لأنه هو المسألة كلها واضحة جدا في زهنك اللي بيكتب أو اللي بيخرج لأنه هو شخص واحد فما بالك لو الشخص ده هو بشير ديك المخرج الرائع والكاتب المميز والرائع فيلم النهاردة إن شاء الله يعجبكم هو فيلم مش أحسن من سكة سفر هو يأتي بعديه في الجودة لكن هو فيلم أحسن من أفلام كتير جدا لمخرجين كبار جدا عاشوا حياتهم وقدموا عشرات الأفلام ومقاتل الأفلام بعتبر أن فيلم سكة سفر فيلم فيلم الطفال النهاردة أحسن من كتير من الأفلام دي النهاردة هنستمتع لها إن شاء الله فيلم حلو فيلم اجتماعي له ظل سياسي واجتماعي شوية لكن هو في الأساس فيلم اجتماعي بنتكلم شوية عن المجتمع وعن البلد في مرحلة الطفان الطفان مقصود بيها اللحظة اللي الناس فيها بتدوس على بعض اللي الناس بتقول يلا نفسي اللي الناس محدش بيبص للصالح أو للخير أو للمجموعة كل واحد بيبص لنفسه والحاله فقط ولذلك الناس بتدوس على بعض ده فكرة الطفان فكرة كلمة الطفان نفسها الطفان بتاع سيدنا نوح كانت الناس بتدوس على بعض عشان تنجوا الطفان بتاع أي في أي مكان لما بيحصل فيضان أو في طفان في أي مكان الناس ممكن تدوس على بعض عشان تنجوا فكرة النجاة الفردية هي العنوان بتاع فيلم النهاردة إن الناس تقدر تدوس على المبادئ وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى الروابط وعلى الدين وعلى كل حاجة وعلى الآخرين في سبيل النجاة الفردية فيلم النهاردة اسمه الطفان أتمنى إن شاء الله تكون صهرة حلوة وتعجبكم أشوف معاكو فريق العمل ونرجع نتكلم عن الفيلم فيلم الطفان انتاج سنة 1985 وطبعا قلنا من الفيلم المخرج بشير ديك وسيناريو وحوار بشير ديك كذلك والمخرج المساعد محمد نجار موسيقى تصورية للفيلم النهاردة لمشيل المصري وألحان الأغاني الأغاني طبعا محمود الجندي ففيه ألحان أغاني النهاردة فيه كذا أغانية كذا في الفيلم ملحانهم إبراهيم رجب الفيلم بطولة محمود عبدالعزيز فاروق الفشاوي سمايا الألفي محمود الجندي أمينة رزق حسين الشربيني هالة صدقي وإبراهيم الشامي سناء يونس وشريف مونير في دور من قوائل أدواره فيلم النهاردة إن شاء الله يعجبكم فيلم حلو وفيلم فيه من النوع الاجتماعي اللي فيه يعني أزمة عائلية فبالتالي ده النوع اللي المصريين بيحبوه في رأيي يعني هو يشبه كثيرا الدراما يشبه كثيرا الدراما التلفزيونية في شكل العلاقات وشكل اللي تشععوها وتشعر بأن أنت باعنا ما تفرج على الفيلم تشعر بأن أنت تفرجت على مسلسل مش على الفيلم من من تعدد الشخصيات تعدد العلاقات اكتمال كل قصة وكل حبكة فرعية اللي واحدها كلها مكتملة فالتعدد ده التوسع التشعب ده لما بيكون قادر الكاتب إنه هو يستوعبه ويربطه بدون ما المشاهد يتشتت أو أو يتوه منه كاتب ما يكون مميز وهو اللي بيخاج عمله زي بشير ديك كده ده بيشعرك أنت كمشاهد بيشعر أنه إحنا بأنه إحنا متفرج على تجربة مكتملة أقرب ما يكون للدراما التلفزيونية منها إلى السينما لأن الدراما التلفزيونية بتبقى عشرين تلاتين حلقة بناخل حقنا قوي بالتعرف على الشخصيات ده متحقق في فيلم النهاردة رغم أنه فيلم مدته حوالي ساعتين فخلينا نشوف أول مقطع من مقاطع الفيلم تمنى إن شاء الله تكون يعني صهر سعيدة بس قبل ما نتفرج على أول مقطع خلينا نأكد على حلقكم إن إحنا قناتنا على يوتيوب اسمها عز الدين ديودار تقدروا تشتركوا في القناة القناة اسمها عز الدين ديودار وتقدروا برضو خلال الحلقة تبعتولي قراءكم ومشاركاتكم وقترحتكم وتعلاقاتكم على المقاطع اللي أحنا نقدمها أو على الأفكار اللي بقمناها في الحلقة على جروب سينما الشرق الجروب اسمه برنامج سينما الشرق على فيسبوك تعملوا بحث على كلمة برنامج سينما الشارك تشتركوا في الجروب وتشرفونا نسو الله وأنا بتابع معكم الجروب وبتابع تعليقاتكم ومشاركاتكم وبتكلم معكم خلال الأسبوع كل يوم يعني خلال الأسبوع على جروب سينما الشارك